مملكة رائدة في هذا المجال نحن أيضا نسابق العالم في الطاقة النظيفة لأن هذا مستقبل العالم وهذا مستقبلنا بعد النفط حتى لو استمر عندنا مخزون نفطي بعد أن يتقدم العالم في المجال فهذا لا ينفعنا كثيرا لأنه لن نبيع العالم لن يعد يشتريه بعد ربما عشرين سنة ثلاثين سنة وفي نفس الوقت كل التجهيزات وكل التقنيات الحديدة وكل معطيات الحديثة ستتجه للطاقة النظيفة عندنا في المملكة فلا بد أن يكون عندنا مصدر طاقة يواكب العالم حتى لو استمر مع النفط مع أنه هو سلعة قابلة للنظوم يعني الموارد يصنفون إلى ثلاثة نوع من الموارد موارد ناظبة مثل النفط وغيره والذهب الموجود بكميات محددة ويستهلك مع الوقت يستخرج وينتهي وموارد متجددة مثل الأسماك في البحار مثل المياه نوعا ما مثل يعني موارد متجددة إذا أنت رشدت فيها ممكن تستمر إلى أن يريث الله الأرض من عليها وموارد أصلا يعني موجودة بكثرة جدا مع أنه الآن أصبح العالم حتى الذي كان موجود بكميات غير عادية ومورد متاح وأكثر من متجدد أصبح الآن يباع الماء كان ينظر له في يوم من الأيام يكون أغلى موجود وأرخص موجود كان الماء متاح الآن يباع وربما أغلى من النفط الهواء والأكسجين يقال أنه في طوكيو وفي بعض المدن اليابانية وغيرها أنه تجي في مكان وتستهلك الأكسجين مثل ما تستهلك القهوة يقدم لك فحتى الموارد هذه الآن في ضغط كبير جدا على هذا الكوكب واستهلك وأنا أمثل الكوكب بفاكهة استوائية فيها عصير حلو من جوه كل أن يضع المصاص حقها فيها حتى أنا أصبحت أو تصبح مجوفة وفاضية وكذا طبعا مثال متطرف الله عنده الكثير وهذا وله في كل شيء حكمة ولكن فعلا أنهكنا هذا الكوكب باستهلاك ما فيه على مدى طويل